انا نشكركم من شكر كبير انكم افردتو انتفاضة اه جنب في اربعة وثمانين انتفاضة الخبز في هذا الحيز الزمني وديتو فرصة للعديد من الضحايا باش يعبروا على اه مشاعرهم ويحكوا حكايتهم على الاقل اجيال اه اللاحقة. اه نحب نعطي ملاحظة منهجية اولى الولايات القصرين انتفاضة الخبز اندلعت في اواخر ديسمبر ولسه في شهر جانبي. اه انا نسكن في حي النور ونقرأ في دار المعلمين بقفصة. نروح القصرين بمعدل مرة كل اسبوعين او ثلاث. الفترة هذه روحت فيها. اه اندلعت الانتفاضة. توفي جاري. مرحوم. الصادق المساوي وهو مرر. اذا طرق ناري في مفترق حي النور. اه طبعا ما لما اه يستشهد على عين المكان في المستشفى. ثم في اليوم والي اه جاري ثاني. وزميلي سي اه نجيب المديني. وصيب في مستوى البطن. و اه نقل الى مستشفى الرازي بالقيروان. وفي اليوم والي كان اه نصيبي من الرصص. اه رحنا انطلقنا في مسيرة سلمية من حي النور. اه الى وسط المدينة عبر حي الظهور. وكان انتقائنا بمسيرة اه ثانية من طلق من الاتحاد. وكانت اه اه المسيرتين سلميتين فعلا. عافوا سلميتين. اه فاجأة بداها هكي القناة من مستيلة للغاز. تفرقنا نجرو. وصبت بطلق ناري اول في مستوى دراع الايسر. الرصاصة اخترقت ايدي. اسقط ثم قمت وجريت. بعد تقريب عشر انطار الرصاصة الثانية في مستوى البطل. يعني هل هناك تعامد لقتلي. وانا انا اكد على حاجة شفتها بالقصين وقتها. كثرت المستجدين بين حاملية السلاح من الجيش وخاصة من الجيش. ونعرف مجندين جدد كانوا فقط الحظبة هذيك. يعني مجند يكون وقت المجند. مجند اما هزو في رافل. مرغم. او انا بشي عادي عام وبشي اخذ الباسبور بشي غادر. هذي كانت منها تقريبا لفلسفة الذهاب للجيش وقتها. نقلني الجيش. الى المستشفى الجيه بالقصريين. المستشفى كثرت فيه الجرحة. وما عاش نجم يستوعب. والأطباء شوي. انا عملولي عمليتين جراحية فيه ورفة عادية. في صرف الجرح. في اليوم الموالي. انا فقط تقريبا من غدوة حوال تاسعة صباحا. نقلوني في صيارة الاسعاب. لان الحالة كانت حرجة. الى المستشفى فرعة حشاد السوسة. اجرت علي في فرعة حشاد السوسة ثلاثة عملية جراحية اخرى. بقيت قرابة الشهرين. ثم عدت الى الجسرين. متفيام. ولتحقتوا بالمدرسة. لاني يجب ان نقل نكمل العام هذاك. نحن نقلوا في الترشيح وقتها. اذا كان نفقد العام هذاك ما يعادلوش نشهادتنا. فكنت نقل كانت حساسة مسائية. يعني الصباح. نعم لاني عندي فركتور. وفيرت. نعمل المصاش. ونعمل نبدل الفاصمة. في الصباح ما نقراش. وفي العشي. وفي العشي نطس. الحب نقول كلمات على الأقل ما نها مطمئنة لاني سمعت لاني سمعت حاجات توا ما نها ما عاش نجم من ننتج جملة بعدهم. انا لقيت مؤاذرة من زملائي. من بعض الاسات ده او اغلبهم. ما عدا واحد رب يسامحوا. من الاداريين. انا ايدي ما نجمش استعمالها اللي صار. نذكر مليح سيحمد شوية. وهذا قيم بدار المعلمين. وعنده شقيقه. وصيبه في انتفاضة الخبز بقفصة. كان يكلف كل مرة تلميذ باش ما يحسسها مش. انه يتولها بيا شوية في لابستي في الحاجات الناعجة باش نقوم بها بيد واحدة. نحب نرجع للمستشفى راح تحاجات حاجات سوسة. ونرجع تحية للأطباء اللي قازروني. ونذكر منهم دكتور معشراوي. ودكتور جراد. ودكتور طبيب فرنسي اسمه مايك. دكتور جراد هذا كان يجينا في الليل. ونحن في الغرفة هذي كنا كان معي جريح انتفاضة الخبز من قفصة من كسار قفصة بوترة ساقة. وفي الكلوار اللي مقابلنا ثم امرأة في القصريين. زيز وصيبت ثبت القناري. هي في البالكونة التاعها. ورمي الرصاص العشوائي. وصيبت في كان يجينا دكتور جراد. وكان يوسينا مناها. ويقولنا ركم مناها على حق. وما تندموش. نذكر زيادة الاعلام. الاعلام التونسي طبعا غائب في الفترة هذيك. الاعلام الاجنبي يدخل. واستجوبنا. ولكن استجوبوا بعد ازعجنا نحن. لان جونا الامنيين. وطروا منا عدم تحدي الصحافة. في مرات لاحقة. هل اصابة بكارتوشتين. انا قدمت ملفي. لهاي حقيقة الكرامة حبيت نوصل الكشف الحقيقة. ونحب نقابل لهالسيد. مش نقول له كذا ربطني. وانا طفل صغير سمعتاش سنان. وتحت. وانا طرفة. ويسا مضروب كارتوشة وفيق. وجراء حوالها عشر متر. وتعاوب تضرب فيه. ايش تقصد. هذا اعدام معناها ااا اعدام مباشر. واليوم جيت باش أنا نقدم بعض الرسائل. اليسائل الاولى لبعض الاعلاميين. حاشة الاغلبية. معادش تتفهو. تتنضر وتتفكه بضحايا هذه الانتفاضة وضحايا 14 عام فيه وحديث على كيلو نظال رام ناس عانت كنت سمعته في حاجات رو ما يحس الشغل مرة كان اللي عبس عليها انه انساني تضرب بكارتوش راك ما جربتوش كارتوش كان جربتها تسكت تو تبكي معنا تو تثور معنا المرة الجاي رغم اللي احنا ما كناش سياسيين وما كناش منها الفوار مش ندعو البطولة كانت مسيرة سلمية لا تهدد احد وسلطة ما تقلقاش ولكن عندي رسال اخر السلطة السلطة وقتل يظهر لها اللي الشعب معاك وصفق ورجعت الخبزة ولا لا الشعب راهو معنا وانا نوجب تحية الجيراني واصدقائي وابناء القصرين اللي يكفوا معايا وقازروني وكيف رجعت من سوسا الفترة قضيتها ما نبقاش وحدي يازرو فيه اهلية كذلك ثم الرسالة الاخرى من قدمه والاخيرة بربي اللي حكولنا على الهيئة هذه مش دستورية بالله ما تعودوش كلا مش كون فاهمينه هذه هيئة مدسرة صحيح في الاحكام الانتقالية لاني ليست هيئة دائمة ولكنها هيئة دستورية والحمد لله وشكر شكرا 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 سيدي وما قلت لناش طلباتك بالوضوح والله طلباتي فكرت في البداية اني ماذا بي اا نكتشف الحقيقة شكون اللي اللي شد الصحيح في قتلي ولماذا على الاقل ونحن نرى كما قالوا الناس كل صحيحنا تعذبت صحيح منها آلام صحيح منها تعطلت صحيح تشوهتي دي ولكننا مسامحين ولكن فقط قد يكون دروس للأجيال القادمة هذه متهزش وزر مسؤول والأمنيين هامط بركلة هم أخيوتنا ومواطنيين قبل يكونوا أمنيين وقالين يقولوا نحن نحب نطبق القانون ما عاشنا عن نطبق التعليمات هذا شحبه نحب هناك نكشف الحقيقة ونشوفه على الاقل نفكه هل المنظومة بتاع العنظ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة